باتت شوارع محافظة كربلاء أشبه بالمستنقعات بسبب الأمطار حيث كانت نصف ساعة من هطول الأمطار كفيلة بقلب المشهد وتحويل شوارعها إلى مستنقعات تعيق حركة مرور المشات والسيارات بشكل كبير وتخلف وراءها الكثير من الأضرار مطرة الدنيا خلال 30 دقيقة اليوم الشوارع كلها فاضت اليوم ماكو منطقة أو شارع مافاض بكربلاء اليوم بيّنت هذه المطرة بيّنت عمل المسؤولين والبنية التحتية بكربلاء ماكو صفر طبعاً بسبب طفح المجاري وفيضانات الشوارع إذن هي دقائق فقط من زخات مطرية متواصلة كشفت عن حجم الفشل الحكومي الكبير في تنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة وبالذات فيما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي شوفوا المناطق كلها غرقانة ومن هولا قاعدت طالع مي هي هاي بلد هذا بلد الحضارة والخير هي هاي كربلاء المقدسة والله حرام عليهم مواطنون محافظة كربلاء حملوا الجهات الحكومية مسئولية البنية التحتية الهشة للمحافظة والمسئولية الكاملة عما آلت إليه أوضاع محافظتهم نتيجة الفساد الحكومي الذي تراكم واستشرى على مدى دورات انتخابية عديدة فأرجع المحافظة والبلاد خطوات كثيرة للورا وبالرغم من أن التقصير الحكومية يحاول دائما إيجاد المبررات له إلا أن المشاهد الصادمة للمستنقعات التي تشكلت في شوارع وساحات المحافظة ترفع نسبة الارتياب في جهود جهات الحكومية المسؤولة وتعزز الثقة بفشلها الذي بات أبرز صفاتها صلاحي أمطار خير على العراقيين ولكن ما حصل أن بعض المناطق ارتفع فيها من سوب المياه وبعض الشوارع غرقت والسبب هو انقطاع التال كهرباء على محطات الرفع الموجودة في حظ كربلاء لبعض المحطات ويبقى المواطن في محافظة كربلاء ضحية لفساد حكومي استشرى في البلاد فباتت حتى الشوارع فيها تغرق وتذوب بمياه زخات من الأمطار الخفيفة